طالبت الجبهة تركمانية بعثة الأمم المتحدة في العراق بالإشراف على نقل صناديق الاقتراع وعمليات العد والفرز في محافظة كاركوك وقالت الجبهة في بيان نؤكد على أهمية تدخل بعثة الأمم المتحدة أيضاً تؤكد على إشراف الأمم المتحدة على عمليات نقل صناديق والفرز والعد اليدوي كون قانون المفوضية يدعوها للاستعانة بجهود البعثة الأممية في تنظيم كل مراحل العملية الانتخابية وطالبت الجبهة تركمانية مجلس المفوضين بتحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه ما حصل وما سيحصل من عواقب وخيمة قد تؤدي إلى زعزعة الأمن بين مكوناتها في حال انتهاك ومصادرات حقوق أهل كاركوك الأمر الذي سيؤدي إلى عدم الذهاب لإجراء انتخابات مجلس المحافظة نهاية العام الجاري